كما قلنا في المقدمة سنروي لكم بعض الفصول من سيرة ذاتية ليست ككل السيار فيها يمتزج الأمل بالألم الحب بالكره والغضب تختلط الأحاسيس بين ثنايا كتاب يقدم لقارئه جزءا يسيرا من حياة أناسا لا يختلفون عنها إلا في شيء أنهم نشأوا بعيدا عن أسرهم فكانت الخيرية هي المأوى هي الأسرة هي العالم الذي يدور في فلكه هؤلاء المنسيون منسيون من متن كتاب السعادة ومن بين هؤلاء عبد الرحيم ومصطفى وهم نزلاء خيرية عين الشق بالدار البيضاء ثنائي أخذ على عاتقه كسر أسوار الإنزواء ونشر شعاع من النور والضياء ينير لمن أراد أن يتعرف على من هم خلف تلك الأسوار كيف يعيشون كيف يشعرون ويتفاعلون مع أيام تنضي من حياتهم وكل هذا في كتاب عنوانه سيرة المهجرين بين الأسماء فلماذا الهجرة ولماذا الأسماء وما هي صرخة الرقم أو أغنية الرقم التي ستبتعد في هذا الكتاب لتفسح المجال لذاكرة الرسائل وذاكرة الرصيف وحتى ذاكرة الموت